هتيجي هتيجي في نادي الزمالك؟ لا بيتي وفي اي وقت بس حاليا هم مش محتاجين حد. حاليا الناس ماشي كويس. جازل اجنبي وجازل مصري ماشيين كويس. زي ما كان قبل كده جيت ومشيت الناس جات. علاقتك بيهم ايه? اه فوق الممتاز. في تواصل? جدا انا اخي مرة كنت اه راح قابل دكتور عمر عشان يجلي اه تأهيل فقابلت مستوى الجميز وقابلت احمد مجدي هو. اه. واللي عيبة طبعا كلهم. اه. ده كلام ده مسلا اسبعين. اه. قلت لهم على كام لاعف اه في دول المحترفين يبص علي. انا مقدرتش اقول انا او بوصلت. اه لا لا بقى شفت انا قلت لك ايه? انا قلت لك عدد ما قلت لكش اسم ايه. اه وصلت على واحد. واحد بس. واحد بس. ماشي خلاص انا عارف. اعرف لو كنت قولت اكتر كنت اه. ابقى قدام. اه. لا 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 لا. ما قلتش لو قولت اكتر كنتش عارفهم. بس الواحد ده انا عارف. واحد وصلت من بدري كمان. اه. من اه لما لعبني هو ودي ماتش. اول حرف من اسمه ميم. اه. ميم. ومحمود ممدوح. لا بحرش اقوله عشان ده كمان. اه. وجافي انا هدف دولي. اه. هدف رائع. اه. اه. ممكن احسن هدف دولي. اه. حاجة بتاعة شيكا كده. اه. اه. هو لعيبك قويسة. اه. اه. بس يلعب زمالك. ارش في لعيبة بتبقى مميزة جدا ما عندها في الدوري. بص يا كدير. يلعب عالليب اللي اكبر. بص. امكانيات. اه. يلعب. يلعب. وفي لعيبة كتير في الدوري امكان تلعب. قاله زمالك. الاهم العقلية كنين. اه. اه. الوقت اللي شفته في الدوري. اه. ممكن اكون جايب لعيب كواس جدا. اي جدا. اي اي. لما تشوفه في العقلية. ما ينفعش لعب. في الفرقة اللي انا فيها حتى. اه. انا قلت اللي اجبته. اه. تخيات. العقلية. عقلية اللي ابي كرة. بتزوده خمسة وسبعين تمين في المية. والباقي فنيات. لا الفات اكيد مهمة. طبعا. بس فنيات بس. من غير عقلية مش هتوصل. مش هتكمل. مهما كاتب. كانت. اه. مهما كانت. اه. اه. نهاية دي اللي بتحركك. اه. عقلية اللي هي اللي بتحركك. اه. منها بقى كزا خفيف. اه. مش ملتزم. اه. حاجات كتير. حاجات كتير. العقلية. اه. اللي انا شايفها اهم. هي مش اهم. الاساس اللي يوصلك. اه. لو انت مية في المية او سبين في المية او تمين في المية. هاي. ممكن بقى قليل عن كده. اه. خمسين في المية. اه. توصل. عشان عقلية كويسة. عن اللعيب عنده السبين في المية. عزيم.